صدم مغني المهرجانات مسلم جمهوره بعد ما أعلن انفصاله المفاجئ عن زوجته الميكا بارتست ميكا البغدادي بعد أقل من سنتين من جوازهم طيب مين هو مسلم؟ وإيه تفاصيل زواجه من ميكا البغدادي؟ وإيه أسباب انفصالهم؟ كل ده هتعرفوا معينا في الفيديو ده اتولد مسلم في محافظة سهاج واسمه الحقيقي مصطفى زكريا وولده كان مغني في الصعيد اسمه زكريا البنان حب مسلم الغنى من صغره وده اللي خلاه يسافر للقاهرة لوحده وهو عنده 15 سنة بس عشان يدور على فرصة في مجال الغنى لكنه لا أصعوبة جديدة في دخول الوسط الفني فاشتغل في مطعم فول وطعمية لفترة وبعدها فتح سايبر لغاية ما قدر يدخل مجال الغنى وما اقتصرتش موهبته على الغنى لكنه كمان كان بيكتب كلمات الأغني بتاعته وبيلحنها وبيوزعها وكان مسلم في البداية بيظهر بماسك على وشه وعن السبب قال إنه كان عاوز يعمل حاجة جديدة ويلفت الانتباه وقال إن بسبب الماسك ده الناس افتقرت إن شكله وحش أو علي طار فمتخفي فقرر يخلع الماسك في كلب أغنيته خطر وما بقاش يظهر بي تاني في سنة 2022 اتعرض مسلم لضغوط كتيرة بسبب تدقيق الفنين هيني شاكر واللي كان نقيب الموسيقيين وقتها على مغنيين المهرجانات فقرر يعتزل الغنى وده كان في شهر أكتوبر سنة 2022 لكن بعد شهرين بس أعلن مسلم عودته للغنى وده كان في شهر ديسمبر من نفس السنة وتجوز مسلم مرة واحدة في حياته وكانت من الميك أب آرتست والمصورة ميكا البغدادي واسمها الحقيقي ماي وده بعد قصة حب قوية جمعتهم وعملوا فرح كبير في شهر يناير سنة 2022 ورزقوا بابن وحيد في شهر نوفمبر من نفس السنة سموا مسلم في شهر نوفمبر سنة 2023 عملوا حفلة عيد ميلاد كبيرة لابنهم لكن الحفلة دي عرضتهم لانتقادات شديدة وده لأن الحفلة تزامنت مع الأحداث الجارية بعد شهر واحد اتفاجئ الجمهور بإعلان مسلم في شهر ديسمبر سنة 2023 بانفصاله عن ميكا وقال الحمد لله على كل شيء الحمد لله تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي للأسف ما كنتش أحب تكون دي النهاية ويعلم ربنا أني رعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكتر من مرة ولكن الحمد لله على كل شيء وإن شاء الله يكون بنا كل احترام وتقدير عشان سلامة ابني كل واحد من النهار ده في حاله ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن لكن ميكا أثارت جدل كبير بأول تعليق لها على انفصالها عن مسلم وقالت محدش هيفهم كم من الأذن نفسي إلا أنا اتعرضت له فرد عليها مسلم وكتب بعد ما طلع وتظهر وتربي تسيبك في أول محطة أسا ديالا في إيه وده تسبب في ترديد أخبار كتير عن تعريض ميكا للخيانة من مسلم وإنه تجوز عليها وتقالت أخبار تانية بإن حفلة عيد ميلاد ابنهم اللي أثارت دي الجدل هي اللي كانت السبب في انفصالهم لكن ميكا نفت كل الأخبار دي وعبرت عن دقها الشديد من تدخل البعض في حياتهم الشخصية وكتبت ممكن كفاية كفاية بجد كفاية كلامي دايق كفاية تدخل بطريقة عصب وكفاية شائعات وحاجات مش صحة أصلا نهائي أنا ولا حد تجوز علي ولا سبنا بعض عشان عيد الميلاد كفاية خريف أنا وهو ما حصلش نصيب لأسباب تخصنا وربنا يكرم كل واحد فينا بكل احترام فيارت كفاية كلامي دايق وشكرا طبعا لكل حد قال كلمة كويسة وكان محترم